من طبيعة ابن آدم أن يخطئ لكن ليس من الطبيعي في المسلم أن يفتخر بالمعصية أو أن يعلنها ويجاهر بها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه فالمجاهر يفضح نفسه ويضر غيره لأن المعاصي إذا أعلنت استوجبت العقوبة العامة من الله تعالى قال بلال بن سعد إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة فالمجاهر بالمعصية يراه الناس عليها فتهون في نفوسهم ويفعلون مثله ويصير من الأئمة الذين يدعون إلى النار والمجاهر يعرض نفسه لغضب الله فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه والمجاهر يعرض نفسه للعقوبة الدنيوية ففي الحديث اجتنبوا هذه القاذورة أي الفاحشة التي نهى الله عنها فمن ألم فليستر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ومن عقوبته أنه يجوز ذكره بذنبه تحذيرا منه فمن جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به ومن عقوبته أنه يهجر في الله فقد رأى المسلمون أن يهجروا المظهرين للكبائر فأما من كان مستترا بمعصية فإن هذا لا يهجر ومن أعلن بالمعصية فليعلن التوبة حتى يصير قدوة حسنة وتمحى صورته السيئة من أذهان الناس قال ميمون بن مهران من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الله يغفر ولا يعير والناس يعيرونك ولا يغفرون